اشتركوا في القناة السؤال التاني عندي بعض الصور علينا ان احنا نكتب اسماء الاشياء اللي موجودة في الصور دي طيب اول حاجة هنا عندي علبة من البسكوت قالب شوكولاتة علبة عصير من الكارتون زجاجة مياه شريحة تورتة قطعة جبنة طمية او طربة بارد يغلف يزيل التغليف قارية قالبنا صفحة بيج 142 صفحة 142 وعندنا بعض الكلمات علينا ان احنا نوصلها بالصور الخاصة بيها طيب اول صورة عندنا كحك وهو موصلها اهو كحك بس احنا نكتب تحتها كحك نوصلها بالاطفال اللي بيلعبوا الاستغمية ونكتب نوصلها بالملابس ونكتب يعني البيض الملون نوصلها بالبيض الملون بتاع شم النسيم يبقى نوصلها بالهدايا نوصلها بالهدايا ونكتب تحتها في نفس الصفحة بيقولك يعني احتفال المفضل الشم النسيم هو شم النسيم بيبقى في الربيع احنا بنأكل بيض ملون بنرتدي ملابس بنذهب للحضائق العامة بيبقى حاجة مميزة جدا بسبب ان الطقس بيكون لطيف صفحة اللي قدامها بيجي 143 صفحة 143 اول سؤالها كيف يحتفل فصل رفع تاني باليوم العالمي لكتاب الطفل قدامنا هنا في دعوة مكتوبة عليها ان ده يوم الكتاب الطفل يعني الكتب الخاصة بالاطفال يعني فيقولوا في الدعوة تعالوا واحتفل باليوم العالمي لكتاب الطفل مع فصل فور بي يعني في فصل ربعة تاني يوم الثلاثة الساعة عشر صباح وصل صيغة المدارة للفعل بصيغة المدارة عندي افعال في المدارة اوصلها بالصيغة بتاعتها في المدارة يحضر المدارة بتاعتها بروت احضرة قم يأتي المدارة بتاعتها ها فيا تناول او يملك المدارة بتاعتها ه taed تناول او ملك make يصنع المدارة بتاعتها made صنع give يعطي المدارة بتاعها give اعطى tel يغبر المدارة بتاعتها اخبار طب وبيقول لك املأ فراغات الفقرة دي باستخدام هاد يعني تناول او اقام واس كان وواس دي هنستخدمها ثلاث مرات في الفقرة بروت احضرة ميت صنعة كيم اتى طولد اخبارة جاف اعطى لست يير العام الماضي we had a party يعني اقامنا حفلة فور انتناشنال تشيلدرنس بوك دي لليوم العالمي لكتاب الطفل it was fun كانت حاجة ممتعة we dressed like our favorite book characters احنا ارتدينا ملابس زي ملابس الشخصيات المفضلة لدينا في الكتب المفضلة لدينا we all brought كلنا احضرنا in food connected to our favorite books لكلنا جدنا طعام يعني متصل بي او شبه القطب المفضلة لدينا for example على سبيل المثال i made a cake انا صنعت كيكة او طرطة in the shapes of a caterpillar على شكل ياركة او دودة زي ما تشايفين كده عملت كيكة او عمل كيكة على شكل ايه ياركة او طرطة على شكل ياركة طيب بعد كده على شكل الكاتربيلر when i a little لما كنت صغير السن when i was little my favorite story قصتي المفضلة was كانت the very hungry caterpillar يعني قصتي المفضلة وانا صغير كانت قصة الياركة الجائعة جدا story teller raw القصة a to our classroom يعني اللي عامل القصة او مؤلف القصة يعني جه لي او حضر لفصلنا حضر يعني كيم and as we اخبرنا told us lots of stories كثير من القصص عند بومس والشعر the school even المدرسة اعطت جاب everyone a free book المدرسة اعطت كل واحد فينا كتاب مجانا قلبنا الصفحة page 144 صفحة 144 complete the information اكمل المعلومات about your favorite festival عن عيدك المفضل او احتفالك المفضل Egypt, Mocer is a country which is famous for its مشهورة بايه بالتاريخ بتاعها its history we have wonderful foods عندنا اطعامة رائعة like زي الايه زي مثلا الفول المدمس او مثلا ممكن اقول البسبوسة عشان نذكرهم في الايه في الفقرة بداية الدرس الاساسي ده طيب عندنا اطعام رائعة زي فول المدمس او البسبوسة we have beautiful regions عندنا مناطق جميلة like ايه زي مثلا منطقة سيناء سيناء ريجن سيناء ريجن يعني منطقة سيناء سيناء ريجن we also كمان have famous authors عندنا مؤلفين مشهورين and players ويه لعيبة مشهورة برضو like mean زي فريال عبدالعزيز بطلة الايه الكراتي فريال عبدالعزيز زي فريال عبدالعزيز number five هنبص للكلمات ونقرأهم وبعدين نحطهم في الصوت المناسب لهم طب عندي هنا train كطار snow جليد mice فران cheese جبنة school مدرسة طب كطار train حطناه هنا طب جليد snow هنحطه هنا فران mice جبنة cheese ويه مدرسة school number six complete the sentences اكمل الجمل use words from exercise five واستخدم الكلمات اللي في التدريب اللي فوقيه طب what time does the A to Tanta leave في اي وقت هيغادر القطار بتاع طنطا يبقى A train الكطار number two look انظر there is a hole في صقبة أو فتحة in the wall في الحائط I think I think I think we have mice I think we have we have mice number three look انظر it's snowing انها تسلك بتمطر تلج يعني we can make an A man احنا ممكن نعمل snowman رجل الجليد number four can I have some A in my sandwich please ممكن احط بعض الجبنة او ااخد بعض الجبنة في sandwich من فضلك جبنة يعني cheese number five wake up you don't want to be late for يعني انت ما تتأخرش عالمدرسة يعني for school لا تتأخر عالمدرسة page 145 صفحة 145 هنلاقي فيه نص استماع عن nanook the inuit boy nanook ولد الاسكيمو وهنقرأ الاول الفوكابليو الاول مع بعض عرباط السلوج snowmobile snowmobile مزالج الكلاب duck sleds duck sleds كوخ الاسكيمو على شكل قبة اللي بتعمل من الجليد igloo igloo خيمة tint tint الدب القطبي polar bear polar bear هزاء برقبة boots boots hooky الجليد نعمل انا وقع الالعاب اللي بتتلاح في الجليد hooky ice hockey ice hockey التزلج بلوح التزلج snowboard snowboard التزلج بحزاء تزلج ice skate ice skate تقالية traditions traditions شعب الاسكيمو انوت كندا كندا أثناء during جليد snow قارب boat ليلا overnight دافئ warm جلود الحيوانات animal skin عشاب بحرية seaweed بارد cold معطف coat هوية hobby الهواء الطلق outdoors تصريف أفعال أفعال regular منتظمة وأفعال irregular غير منتظمة الفعال منتظم عشان يحوله الماضي بحط في آخره d او ed او ied والفعال غير منتظم لتصريف خاصة بيحفظ كما هو يعيش live lived ينتقل العيش move around moved around يسافر travel traveled يقيم أو يبقى stay stayed يصطاد hunt hunted يصطاد سمك fish fished يستمتع be enjoy enjoyed يصنع make made يحفظ أو يبقى keep kept يتعلم learn learn it يرتدي wear war قلبنا الصفحة page 146 صفحة 146 في expressions and propositions تعبيرات وحروف جر كيف تبدو حياته what is his life like مختلف عن different to يصنع كوخ كوخ كوبة من الجليد make a glows out of snow مصنوع من make from ملابس بسيطة simple clothes يعمل بجد work hard يحيا حياة طيبة he has a good life بعد كده جايب لنا nanook الانو الطفل الاسكيمو أو ولد الاسكيمو وبيقول لنا what is his life like يعني كيف تبدو حياته how is it different to your life مختلف ازاي مختلفة عن حياة وجايب لنا الكوخ اللي بيتصنع من الجليد اللي بيعودوا فيه اسمه اجلو تعالوا نقرأ مع بعض النص قبل ما نقرأ انتوا زي ما انتوا شايفين في الصورة فيه طبعا بيبقى فيه جليد في الجليد دوت ما بيعرفوش يمشو كويس يعني فبيستخدموا ايه عشان يتنقلوا بيستخدموا الـ اللي هي ايه مزالج الكلاب بيبقى فيه كده حاجة بيركبوا عليها والكلاب ال ايه كلاب الاسكي دي بتاعت الجليد دي بتبرها في في القطب الشمالي الكلام ده وفي القطب الجنوبي وكلام ده طيب تعالوا نقرأ النص nanook lives in لبرادو بيعيش في لبرادو in canada في canada he and his family هو اسرته live in a house بيعيشه في بيت in a small village في قرية صغيرة والشبس فيها محلات and a school ومدرسة during the year اثناء العام nanook and his family nanook واسرته sometimes احيانا move around يعني بيتجول there is a lot of snow في كسير من الجليد where he lives في المكان اللي بيعيش فيه so they don't travel by car عشان كده ما بيسفروش بالسيارة أو يتجولوش بالسيارة زي travel بيتجولو by snowmobile بعربة الجليد أو dog slits أو مزالج الكلاب and boats والقوارب when they stay overnight يعني لما بيكونوا مقيمين بالليل they make aggloss بيعملو اللي هي الكواخ اللي على شكل الكوباب out of snow من الجليد to keep them warm عشان تبقيهم دافئين in the summer في الصيف they make tentis بيعملو خيام from animal skin من جلود الحيوانات نانوك لارنز نانوك بيتعلم to haunt ان هو يصطاد and fish ويصطاد سمك with his dad مع بابا and they eat polar bears هما بيأكلوا الدبابة القطبية fish سمك and seaweeds والأعشاب البحرية in the summer في الصيف نانوك and his family نانوك واسريتو wear simple clothes بيرتدوا ملابس بسيطة but in the winter لكن في الشتاء when it's very cold لما يكون الجو بارك جدا they wear warm soft boots and long coats يعني بيلبسوا أحزية طويلة اللي هو البوتات دي البوت عشان تحافظ على دفقهم وكمان بيلبسوا معاطف طويلة اللي هي البلطهات الطويلة يعني البلطه طويل وميد from animal skins بيبقى مصنوع من جلود الحيوانات الصفحة القدامها page 147 صفحة 147 مكملين مع نانوك ولد الاسكيمو نانوك واركس هارد نانوك بيعمل بجد but he has also lots of hobbies لكن أيضا لديه الكثير من الهوايات he likes to play ice hockey هو بيحب يلعب هوكي الجليد snowboard وبيتزحلق على الجليد بلوح التزحلق and ice skate وبيحب يتزلج على الجليد he has a good life يعني هو بينعم بحياة طيبة he likes the outdoors بيحب يخرج في الهوايات الطلق and enjoys ويستمتع ليرنيك بالتعلم the traditions التقاليد and his hobbies وهوياته بيحب الهوايات الطلق ويستمتع بتعلم تقاليده وهوياته بعد كده عندنا مجموعة من الصور وفي اسماء الحاجات ديت موجودة في بوكس او في صندوق فوق علينا ان احنا نحط الاسم تحت الصورة الصحيحة ايس هوكي هوكي الجليد السنو موبيل اللي هي عربة السلج تنت خيمة بولار بير الدب القطبي اجلو كوخ الاسكيمو وي بوتس اللي هي حزاء برقبة بوتس طب اول حاجة بوتس حزاء برقبة تاني حاجة تنت خيمة بعد كده الدب القطبي اسمه بولار بير كوخ الاسكيمو اسمه اجلو الكوخ المصنوع من السنو من الجليد طيب بعد كده عندنا اللي انتو شايفينها ديت اللي هي عربة الايه السلج السنو موبيل ده هوكي الجليد اللي عابد اسمها هوكي الجليد اسمها ايه آيس هوكي آيس هوكي نمبر سرية عندنا كلمات متقطعة علينا نحن نحل الاول الجمل نكتب الفراغات اللي فيها وبعدين نملى بها ايه الكلمات المتقطعة دي طب ان وينتر في الشتاء اي وير ايه اون ماي فود برتدي ايه في قدمي برتدي بوتس يعني حزاء ايه طويب برقبة طب تاني حاجة هي مكتوبة ايه تاني حاجة ان سامر في الصيف اي ستي ان ايه اوبرنايت انا ببقى في ايه في خيمة آآ في ليلا يبقى تنت ونكتب هنا تنت طيب نمبر سري one of the biggest animals واحدة من اكبر حيوانات ويقيت اللي احنا اكلناها is the a they are big and white الحيوانات دي لونها آآ ابيض وكبيرة يبقى احنا اكلنا ايه دب القطبي بولار بير بولار بير نكتب هنا بولار بير بعم بولار بير طيب نمبر فور in a we make an aglow to sleep آآ يعني في وقت ايه احنا بنعمل الكوخ اللي هو الاسكيمو ده عشان ننام في في وقت الشتاء في الوينتر ونكتب هنا وينتر نمبر فايف آآ the aglow الكوخ او القبة المصنوعة من الجاليد دي keeps us بتاجعنا ايه دافيانين warm احفظ على دافئنا نكتب warm number six we make an A from snow breaks احنا بنعمل ايه من طوب المصنوع من الجاليد يعني احنا بنعمل ايه بنعمل اللي هو الاجلو الاجلو اللي هو كوخ الاسكيمو اجلو طيب بعد كده عندنا هنا آآ number seven my dad بابايا and i وانا go fishing بنروح نستطسامك انا ايه فين في القارب في البوت number eight i am in an آآ 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 انا فريق آآ 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 number nine i live in آآ لابرادور آآ كندا انا بعيش في مدينة لابرادور في كندا وكتبنا لابرادور number ten we can travel on snow by sleds بولة بايدوكز احنا ممكن نسافر آآ آآ أو نتجول على الجليل باستخدام مزالج الكلاب اللي هي sleds آآ اللي بتسحبها الكلاب يبقى هنا إيه sleds مزالج الكلاب آخر حاجة معنا نهارده هو التدريب الشامل على يونس 7 و 8 و 9 الواحدة السبعة والتمنة والتسعة وده page 148 صفحة 148 أول سؤال listen and write استمع وي اكتب true or false صح ام خطأ هنسمع مع بعض نص استماع ثم نجيب عن الأسئلة last year العام الماضي we had أبرتي أقمنا حفلة for international children's book day لليوم لعلامي لكتاب الطفل it was fun كانت حاجة ممتعة we dressed like our favorite book characters احنا ارتدينا زي الشخصيات المفضلة لدينا في القطب my favorite story قصة المفضلة was the very hungry caterpillar هو القصة المفضلة لدي اليرقة الجائعة جدا so لذلك I brought food أحضرت طعام connected to my favorite story مرتبط بالقصة المفضلة لدي I made a cake عملت كاكة أو تورتة in the shape of a caterpillar على شكل يرقة أو دودة number one we had a party يستردق احنا عقمنا الحفلة انبارح لا هو قال last year العام الماضي يبقى الكلام ده false number two my favorite story قصة المفضلة was the hungry bird هي الطائر الجائعة لا هو قال the very hungry caterpillar يعني اليرقة الجائعة جدا يبقى الكلام ده what false number three I made a cake like a caterpillar أنا عملت تورتايا على شكل دودة أو يارقة أيوة true كلام ده صحيح number four we dressed like our favorite book character احنا ارتدينا ملابس تشبه الشخصية المفضلة لدينا في الكتب true صحيح الكلام ده number two read and complete the text اقرأ واكمل النص with the words in the box من الكلمات الموجودة في الصندوق things اشياء war ارتدي new جديد where cano my sister noha اختي noha seven years old عمرها سبع سنوات her favorite color لونها المفضل is pink هو لون الوردي all the a her bedroom are pink يعني كل للاشياء اللي في غرفة نومها لونها a وردي او bambi يعني things هلاشي hair uncle عمها give hair اعطاها a اعطاها new pink watch اديها ساعة جديدة لونها وردي on her birthday في عيد ملادها she was very happy كانت سعيدة جدا she a hair watch يعني هي war هي ارتديت الساعة بتاعتها and learned وتعلمت how to say the time ازاي تقول الوقت number three read and match across my neighbor was يعني جاري كان getting married هي تزوج يبقى number one d number two my sleep in يعني الفران بتعيش في a في holes in the ground في حفر او ثقوب في a الارضية يبقى number two b number three Egypt is مصر بتقول my country بلدي number four I was nervous انا قدت متوتر at my first day at school في يوم الاول للمدرسة number four a بعد كده عندنا السؤال الكمبرهنشن قطعة الفهم عليها اسئلة read the following اكرأ القطع او الفقرة التالية and answer the questions وااجب عن اسئلة my friend منال صديقة منال is happy today سعيدة اليوم because it's here birthday عشان النهار عيد ميلادها منال زي فاملي اسرة منال gets up in the morning استيقظت في الصباح زي اربزي كانوا مشغولين the father is going to buy sweets الاب رايح اشتري حلوة her mother is going to ومامتها رايحة الصفحة اللي قدامها نكملين في الفقرة ومامتها رايحة make cakes هتعمل طرطو her brother اخوها is going to the shops اخوها هيروح المحلات to buy a watch عشان اشتريها ساعة فور منال لمنال هير فريندز اصدقائها are going to come هسوف يحضرون to منال the house لبيت منال زي are going to sing songs يعني هما سوف يغنوا اغاني on the birthday في عيد الملال طب اول حاجة منال رايح اشتري ايه حلوة منال ملا هيعمل الترتاد لمنال مامتها طبعا يبقى منال سعيدة بسبب النهاردة عارفنا من اول سطرة فقرة النهاردة عيد ملادها يبقى نقول بسبب بسبب انه النهاردة عيد ملادها بسبب انه عيد ملادها نمبر فور اخو منال هاشتري ايه احنا هاشتري لها ساعة ليها لمنال يبا هي is going هو سوف going to boy a watch for منال نمبر فايف يعني رتب كلمات عشان تكون جمل صحيحة هم شعروا بالحزن الشديد هنقول زي فلت very safe نمبر 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 سري كنت أريد أن ألعب بألعابي بألعابي ده علامات الترقيم للآتي أنا عايز قالب شوكولاتة وبكتب الجملة كاملة وبحط في الآخر النقطة عشان دي جملة خبرية في الامتحان أكتب الجملة كاملة وأحط شرطة تحت اللانا غيرته أكتب فقرة إنشائية من 18 كلمة باستخدام الكلمات دي طب عايزني أكتب براجراف عن على كتاب المفضل وبيقول لك استخدم الكلمات دي كل البراجرافات محلولة في صفحة 137 بس أنا كتبت براجراف من عندي تمام؟ مثلا أن ده عشان بس أعلمك أن إنت لما تبدأ تكتب البراجراف لازم تسيب مسافة في البداية وبتبدأ بحرف كابتل وما بين كل جملة وجملة بتحط نقطة فلسطوب والحرف اللي بعد فلسطوب بيبقى حرف كابتل بتكتب جملة بسيطة وصحيحة من المنهج اللي أنت درسته قلت إيه؟ قلت المفضل إز أنيمال ستوريز هي قصص الحيوانات وبكده نكون انتهينا من حل تدريبات المراجعة إلا على يونت 7 و 8 و 9 من كتاب بيت باي بيت 2023 ترم تاني ربع ابتدائي انتظرونا في حل باقي الوحدات إن شاء الله مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته